هي انعكاسات لطموحات العالم المشتركة ومنذ عقود وعلى رغم الكثير من التحديات والأجوات بين مشؤولنا وبعض النتائج التي حققناها أن دول العالم تجنبت حربا عالمية أخرى ونزاع مسلح بين القوى النووية بيننا اقتصاد عالميا رفع الملايين من الأشخاص من الفقر وحققنا حقوق دفعنا حقوق الإنسان أظن الوقت السبق وبينما ننظر إلى المستقبل لا نريد فقط المحافظة على نظام الدولي الذي مكن كل هذا التقدم بل تحديثه وضمان أنه يمثل مصالح وقيم وآمال كل الأمم الكبيرة والصغيرة من كل منطقة وعلاوة على ذلك أن تواجه التحديات التي نواجهها اليوم وفي المستقبل والكثير منها أكثر مكان يمكن أن يتخل العالم قبل سبعة عقود ولكن هذه المخرجات غير مضمونة وبالتالي فانس نظام العالم تواجه تحديات جسيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل خطرا واضحا وجهليا ومهاجمة أوفرن قبل بضعة أشهر حاجم مبادئ سيادة الأراضي المعززة في مثقنا المتحدة من منع أي دولة من الاحتلال والأكراه ولهذا فقد وقفنا ضد هذا الاعتداء لأنهم هجوم مباشرة ضد سلامهم وأمنهم أوكرانيا التوقات بكل بسالة دفاع عن شعبها واستقلالها بمساعدات غير مسبوقة من الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم الحرب لم تنتهي بعد ولكن الرئيس بوتين فشل في تحقيق أي واحدة من أهدافه الاستراتيجية بدلاً من محوي وتخلص من استقلال أوكرانيا وبدلاً من تقسيم الناتو عزها وبدلاً من إضعاف النظام الدولي فقد جمع الدول معاً للدفاع عنه حتى مع استمرار حرب رئيس بوتين سنبقى مراكزين على أهم التحديات طويلة الأمل للنظام الدولي التي تفرضها الصين الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها الرغبة في إعادة صياغة النظام الدولي وبشكل متزايد القوى الدبلوماسية والسياسية والتكنولوجيا وليها القزرات هذه على ذلك هذه ستبعدنا عن القيام العالمية التي حافظت على كثير من التقدم العالمي خلال 75 عاماً ماضياً الصين أيضاً لها دور رئيسي في الاقتصاد العالمي وقدرتنا على حل التحديات الخاصة بالمناخ وكذلك كوفيد-19 ولكن وببساطة الولايات الأمم المتحدة يجب أن تعملاني معاً للمستقبل المنظور ولهذا فإن هذه واحدة من أكثر العلاقات الاستباعية والمعاقدة التي لدينا اليوم عبر العام الماضي ودارة بادن طورت وطبقت استراتيجية مكثفة لاستغلال قدراتنا وشركائنا لتحقيق المستقبل الذي نسعى عليه جميعاً نحن لا نبحث عن النزاع أو حرب باردة جديدة بخلاف ذلك نحن عازمون على تجنب الاثنين لا نسعى لعازل الصين عن دورها كقوى كبرى أو وقف الصين أو أي دولة أخرى من تنمية اقتصادهم أو تحقيق مصالح شعبها ولكننا سندافع ونعازز النظام الدولي والمؤسسات والتفاقات التي تحافظ على الأمن والسلام وحماية حقوق الدول ذات السيادة وتمكن كافة الدول من ضمنها الولايات المتحدة والصين للتعايش والتعاون صين اليوم مختلفة تماماً عن الصين قبل خمسين عاماً عندما أصبح أول رئيس أمريكي يزور الصين حينها الصين كانت معزولة وتعاني من الفقر والجوع والآن الصين قوى عالمية لديها أمكانيات شاهقة ونفوذ وطموحات هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع كل المدن الكبرى وشبكات النقل العام إنها وطن لأكبر الشركات التكنولوجية في العالم وتسعى للهيمن على صناعة تكنولوجيا في المستقبل إنها حدثت جيشها بشكل سريع وتريد انصبح قوة عالمية عظمى مع كانت وصول كل مكان في العالم وأعلنت عن رغبتها في خلق محيط النفوذ في منطقة المحيط الهندية والهادى تحول الصين نابعاً أصالة ومواهبة والعمل الدوب للشعب الصيني وكذلك تمكن من خلال الاستقرار والفرص التي توفرها النظام الدولي ولا دولة على الأرض استفادت أكثر من نظام الدولي أكثر من الصين ولكن بدلاً استغلال قوتها لتعزيز ونعاش القوانين واتفاقات المبادئ والمأسسات التي مكنت نجاحها لكي تستفيد دول أخرى منها أيضاً فأن بكين تقوضها وتحت رئاسة رئيس شي الحزب الشيعي الحاكم أصبح أكثر قمعاً في وطانهم وأكثر عدائية في الخارج نرى ذلك في كيفية أقامة بكين بعملات مراقبة مكثفة داخل الصين وصدرها التكنيات إلى أكثر من ثمانية دولة ودعاتها الزائفة في بحر جنب الصين وتقوض الأمن والسلام وحورية الملاحة والتجارة وكيف تكسر وتحطم قوانين التجارة وتؤثر على دول كثيرة حول العالم وتقف إلى جانب الحكومات التي تنتهك سيادة الدول الأخرى حتى مع حشد روسيا بكل وضوح لغزو أوكرانيا رئيس الشي وفوتين أعلن بأن العلاقة بين بلديهما واختبس من دون حدود أو لا تحدو حدود هذا الأسبوع رئيس بايدن زار اليابان الصين وروسيا جرى عملات استراتيجية مشتركة في المنطقة بكين دافعت عن غزو رئيس بوتين لأوكرانيا وهذا يجب أن يحذرنا جميعا الذين نسمي منطقة المحطان الهادئ والهندي وطننا هذه لحظات هامة تواجه العالم أجمع وفي أوقات مثل هذه الدبلوماسية لها دور حيوي أكذا أن نوضح عن مخاوفنا وقلقنا الجوهري لكي نفهم وجهة نظر بعضنا البعض ولا نشك بنوايا الآخرين نحن مستعدون لزيادة صلاة المباشرة ببكين عبر تشهيلة واسعة وكاملة من المشاكل ونتمنى حصول ذلك ولكن لا نستطيع الاعتماد على بكين لتغيير مسارها لذلك سنصيغ البيئة الاستراتيجية حول بكين لتحقيق رأيتنا من أجل نظام دولي مفتوح وشامل الرئيس بايدن يؤمن بأن هذا العقد سيكون حاسما العمل تقوم بها في بلدنا ومع دول أخرى حول العالم ستحدد مكانت رؤية المشترك المستقبل ستتحقق أم لا من أجل النجاح في هذا العقد الحاسم فإن استراتيجية بايدن يمكن أن تلخص بثلاث كلمات الاستثمار والموافقة والتوائم والمنافسة سوف نستثمر بقوانا ونقاط قوتنا هنا في بلادنا وتنافسيتنا وابتكارنا وسوف نتوائم مع الشركاء هنا من أجل تحقيق القضاء المشتركة واستغلال هذه الصفتين الأساسيتين سنحقق رؤيتنا للمستقبل نحن نواجه هذا التحدي بكل ثقة بلدنا موهوبة بالكثير من نقاط القوى مع جيران مسالمين وتعداد السكان المتنامي والكثير من المصادر وأقوى جيش في العالم والثقافة مزهرة من الابتكار ورادة الأعمال وعلى سبيل المثال تنتج الكثير من لقاحات الفعال لتحمي الأشخاص حول العالم من جائحة كوفيد-19 ومجتمعنا المفتوح في أفضل حالاته يستقطب المواهب والاستثمارات ولديه القدرات دائمة من العادة الابتكار وهم تجذرة في ديمقراطينا وتمكنها من واجهة أي تحدي في وجهنا أولا فيما يخص الاستثمار بنقاط قوتنا بعد الحرب العالمية الثانية منما بنينا أننا وشركائنا النظام العالمي القائم على القوانين حكومة الانتحادية أجرت استثمارات استراتيجية في الابحاث العلمية والتعليم والبنى التحتية والقوى العاملة وخلقات الماليين من وظائف طبق المتوسطة والازدهار والقيادة في التكنولوجيا ولكننا أخذنا هذه الأسس ربما على أنها أمر مسلم به وحان الوقت لعودة إلى الأساسيات إدارة بادن تستثم كثيرا في قوانا بدءا باستراتيجية صناعية حديثة وتوسيع نفوذ التكنولوجي وجعل سلاسلة التوريد واقتصادنا أكثر مرونة وتحسين قدرتنا التنافسي وتفقنا الذين أكبر استثمار صناعي في التاريخ لتحديث مرافئنا وجسورنا وموانئنا وطرقنا لتعزيز أسواقنا وإنتاجيتنا وتوفير الإنترنت السريع لكل البلاد لألأ عمالي وزيادة الوظائف في أمريكا نحن نتخذ استثمارات استراتيجية في التعليم لكي يتمكن العمال الأمريكيين وهما الأوضل في العالم من تصميمي وبنائي والعمل على تكنولوجيا المستقبل لأن استراتيجيةنا الصناعية تقوم على الصناعة نوردن استثمار بالأبحاث والتطوير وتحسين الصناعة قبل ستين عاما حكومتنا أنفقت أكثر من الضعف على الأبحاث كالنسبة من اقتصادنا ما ننفق عليها اليوم الاستثمارات التي حفزت ابتكارات القطاع الخاصة هكذا فزنا بسباق الفضاء وابتكرنا أشباه المواصلات وبنينا الإنترنت كانت ترتبنا وتصنف الأول في البحث وتطوير كجزء من ناتج محل الإجمال نحن الآن في المرتبة التاسعة في هذه الأثناء الصين اتقلت من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثانية ومع دعم مز الشيوخ من قبل كل الحزبين سوف نعكسها اتجاهات والاستثمار كثيرا في الابتكار والأبحاث في مجالات منطقات الاصطناعي والبيوتكنولوجي والحوسبة الكمية هذه مجالات بيجينغ أو بكين عازم على القيادة فيها ولكن نظرنا لتفوق أمريكا فأن التنافس لنا ونحن تقدمون ليس فقط في تطوير التكنولوجيا الجديدة بل كذلك سياغة السلو باستخدامها حول العالم لكي تكون متجذرة بالقيامة الديمقراطية وليس القوانين الاستبدادية السناتور رومني وغيره فأن مجلس الشيوخ أو النواب